غلطات طبعا من ضمن الغلطات برضو من ضمن التأليف للأسف خسرنا بسببه جهود واحد من أفضل اللعيبة اللي هو أكرم توفيق اللي بنقوله ألف سلامة بعد تعرضه لإصابة بقاطعة في الرباط الصليبي وهو في قمة مستوى هو لعيب جوكر خسارة للمنتخب للأسف خسارة للمنتخب إصابته خسارة للنازي الأهلي لكن هو من لعيب الرجالة بس نقف هنا عشان أنا أكرم بيلعب بروحه وبقلبه زيادة عن اللزوم هتقولي زيادة عن اللزوم يعني هقولك زيادة عن اللزوم علشان هو أحيانا كتير جدا جدا بينسى يلعب بفكره شوية علشان الروح دي يدف الملحب يعني هو ممكن يكون فيه كرة مشتركة وممكن تحس انه لو دخل هيتصاب فيها هو بيدخل أنا كنت واحد من الناس اللي بقول أكرم آه لعيب جامد جدا لعيب بيلعب بروح عالية جدا جدا بالي كتير ما شفتاش في العيب بصراح ولكن يعني أنا قلت في يوم الأيام الراجل ده لازم يهدى شوية لأن الروح العالية قوي 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 لها زيادة عن الحد في بعض المواقب اللي بتبقى الحماس فيها واخده فيها قوي ممكن لقدر الله يأذي نفسه ولكن هي الإصابة من عند ربنا هي الإصابة اللي حصلت من عند ربنا إنما إحنا خسرنا واحد من أفضل لعيبة مصر في الفترة الحالية إنما اللي أنا واسخ منه إن أكرم بروحه العالية دي حيقدر يرجع بعد العملية والبرنامج العلاجي بتأهيل اللي حيتعمله أفضل مما كان بإذن الله إن شاء الله نتمنى الفترة اللي جاية إن بإذن الله ميستر كيروش واللعيبة يستفادوا من أخطاء المباراة اللي فاتت ويعوضوا المنظر والنتيجة اللي حصلت الماتش اللي فات ندخل بقى على ماتش النهاردة